دعت المجموعة العربية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إلى إيجاد حلول كافية لتوفير الموالد المادية الضرورية لمعالجة أوضاع دول احتياجات الخاصة من المنكبين جراء الحروب والإرهاب وأشار مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقار الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية سفير جمال غنيم متحدثا باسم المجموعة العربية أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن المجموعة العربية ترى أن هناك حاجة ماسة للتنفيذ الفعلي لمبدأ مشاركة دول احتياجات الخاصة في الحياة العامة من خلال توفير وسائل النقل والمعلومات والاتصالات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم في المناطق الحضرية أو الرفية